العمليات العسكرية دقت طبول الحرب من جديد بعد أن توقفت بسبب سيء الأحوال الجوية ففي الوقت الذي أعلن فيه مجلس محافظة الأنبار عن تحرير مجمع السبع كيلو وافقه إعلان قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون عن إبطال مفعول ثمانية منازل وإحدى وعشرين عبوة ناسفة في منطقة البغدادي غرب الرمادي عبد الأمير الخزرجي قائد العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب أكد استئناف عمليات تحرير الأنبار مبيناً أن القوات الأمنية تقدمت من جميع المحاور وخاصة المحور الغربي باتجاه الرمادي وأحكمت سيطرتها على المجمع السكني في منطقة السبع كيلو القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكنوا أيضاً من صد هجوم لتنظيم داعش على رتل كان محملاً بالمواد الغذائية متوجهاً من منطقة المائة والستين إلى قاعدة الأسد مسفراً عن قتل العشرات من عناصر التنظيم استئناف العمليات العسكرية ودخول القوات الأمنية وأبناء العشائر إلى منطقة البعلوان داخل مركز مدينة الرمادي مصحوبة بغطاء جوي وقصف كثيف من قبل طيران التحالف وطيران الجيش العراقي على مناطق الصوفية وحي الشركة والحي الصناعي ودخول القوات الأمنية إلى حيي القادسية الأولى والثانية وأنباء تتوالى عن دخول مناطق أخرى بوادر تحرير جادة هذه المرة شرق مدينة الرمادي فرض حظر للتجوال في قضاء الخالدية تحسباً لأي خرق أمني قد يستغله التنظيم تطبيقاً لشعار نحن هنا تصريحات قوات التحالف وتصريحات الحكومة المحلية في الأنبار تطابقت بخصوص تحرير الرمادي الشهر الجاري والشارع الأنباري بين فرح يختلجه بحلم العودة وبين تخوف من إشارات أمريكا الحمراء المفاجئة